السلام عليكم ازايكم عمين ايه الاخبار اه اتمنى اكونوا بخير ام يعني احنا قناة بتاعتنا هنا غالبا كزا على المحتوى العلمي التكنيكل غالبا بنقش موضوع تكنيكل ونحن نضعي وغالبا حاجات العلاقة بالبيك داتا والداتا ورحاوس وكده ام بس ام يعني ما عندناش تركيز نحن بان هي نظام او نشير التجارب وكلام ده فاحنا ام نهارا كده حصل لنا كنا نتناقش كده في موضوع العلاقة بالداتا ميجريشن واكتر من حد يعني قال لي ما تعمل لنا فيديو كده نتكلم فيه يعني سنقول درداشة بنتكلم فيها على ام بنتكلم فيها على الدياتا ميجريشن عامة فيعني موضوع بصحفة كاتف كتير بس قلت نتوقع الله ونعمله بس خلينا ان احنا نسيت شوية حاجات كده عشان نتأكد فيها مع بعض احنا فهمين هم نعمل الفيديو ده اي هدفه يعني اه الفيديو ده مش هدفه ان احنا منقدم حلول للمشاكل هنطرحها احنا هنضع لتشوية مشاكل او بلاش نقوم مشاكل او نقاط الناس ممكن تستفد منها بس حلولها يعني فيه بقى كل نقطة فيهم محتاجة تعمل لها سلسلة يعني او ممكن تعمل فيديوهن ثلاثة يعني فاحنا بس هنقش الموضوع بشكل عام يعني ونأمل ان احنا نقدر نغطي يعني في الوقت المتاح بالفيديو عشان نطولش على حضراتكو يعني اه النقطة الثانية احنا مش هنقش المشاكل العامة اللي هي موجودة في كل المشاريع عامة يعني اي منشعورة صفưởية بقي فيه شوط مشاكل احنا يعني الضروب Angeles احنا نطرح المشاكل ده نقول المشاكل دي يعني اي مشاكل رقب مشاكل صف unsuccess عامة انا حاول انا اجنورها يعني ان دي حاجات معا يعني مش هايزين ان احنا نضيع وقتنا فيها ام م اه الاحجات الثالثة اني احنا الاحاجات بنقولها دي هي باس حاجات الناس لو فكرت فيها في الاول قبل تبدأ مشروع ممكن تساعدهم يوصلون لغاية افضل مش شرط يعني لافضل يعني دايما هتوصل صح كيف مشاكل مشاكلها ايه دايما طيقة صعبة بس يعني هتساعد ان هم يقللوا مشاكل تحصل بعدين تمام طيب احنا هنتكلم النهاردة عن خمس نقاط يعني نأمل ان هم احنا خطوهم بشكل كويس يعني احنا نتكلم على ايه داتا مي gefunden مشايا وليه محتاجينها وانواعها وليه شركات ممكن تضطرع تروح لالطريقة اصلا انا عادي في ناس كتير تقولك يعني ايه اللي هو وديينا الطريقة ده بعدها نتكلم على الどاتا قواليتي اه تقول يالله هتو كلامجر التويش عاديد من الكورس تا管 ب façoان انتكلم على و醜 بعدها نتكلم على البيا就عد الطيب ايه ام خلينا نبدأ تتكلم على البيا arguably اه لماذا مشروع data migration هي مشروع صعبة. واهي data migration نبدأ بايه هي data migration او. data migration مقصوب بها اي data migration اي مقصوب بها اي data اي نائل ال data من old data house ال new data store ال new data store طيب هل data migration project concern او يعني هي موجودة بس من data house ل big data لا من data فالكلام اللي هنقوله هنحاول نقشه النهاردة هو يعني ازاي ان احنا ممكن نتدبر او يعني نشوف مشاكل ان احنا ناخد حذرنا من المشاكل اللي علاقة بالداتا طيب اه فاي مشروع متعلق بنقل الداتا من اللي نيو داتا ستور يقضع لي الحاجات من الكاملة في فيديو ده طيب اه ليه الناس بتروح للطريق ده يعني احنا عارفين الطريق موضوع بتاع ميجريشن للداتا هو يعني يعني هو متعب يعني اه ليه الناس تروح تنقل مشاريع خلا نقول ان فيها سبب كتير يعني اه في سبب اني مثلا شركة كانت عندها حجم معين من داتا نفترض مثلا بيجي لها في اليوم اه خمسين جيجا بايت وفجأة بقى يجيلها كل يوم اتنين ترابايت ماشي فهيكا بتستخدم نفترض او اوريكل نفترض اه وبعد كده شافت ان ان اوريكل بتبروشس كويس او تردل بتبروشس كويس بس حجم الكوست ليها بقى كبير طيب ده سبب ده سبب طيب ايه سبب تاني ممكن يعني احنا فكرة مع كل اسباب ممكن حد يكون بيعملها السبب التاني ممكن يكون لها علاقة بان اه شركة مسلا عندها اه ديتا مسلا وعندها مشكلة ان هي متعصد بياخد وقت نفترض ان ياخد مثال شركة عندها اوريكل اوتيار داتا وشايفة ان بتاعها مش سهل والسكيلينج مش سهل طب ليه ما طلعش مش قولك بقى اوريكل انكلاود يعني في بعضه ممكن الناس تروح اي دابيو اس يعني عليها اوريكل انكلاود تقولك لا انا عايزة اروح سنوفليك ليه سنوفليك والله البروستينج موديل بتاعهم لطيف دينية سريعة السكيلينج سهل اه الكوست طاحة مش كبير وشغالة كويس مع بيك داتا طيب فقا ده سبب تاني ممكن طب ايه مشكلة كمان ممكن ان داتا ويحاوس نفسها مش غاية مبقيتش تصابرت كلي الموجودة زيه مثلا ناس عايزة تشتغل مع مع داتا ويحاوس تكون بتصابرت الالي تانسي والاناليتك اللي هي والاولاب والالتي بي. طبعا مش داتا ويحاوس عينية اثنين بس اصد ان هما عايزين تصابرت او تشتغل معهم او سلوشن خلنقول سلوشن باش تصابرت الاثنين ان هما يقدروا يعماله analityx او اللي هي البي اي وان هما يعملوا مثلا الستريمينج فمسلا هم يداتا وهي حاليا ما تصبرتش الكلام ده طيب ايه تاني ايه تاني في اذا كتير يعني في ناس ممكن تقول لك لا انا عندي مثلا داتا كبيرة انا عايزة اوفلود يعني في ناس بعضهم بعض الميجراشن بروشيكو دي كتيرة جدا انا عايز اقول ان دي الكيس العام اصلا بذات شركات كبيرة ان هم مش بيلغوا داتا وهي سعب عندهم مثلا داتا ويقول لك لا انا هخلي داتا وهي ما هي بس بدلا ما داتا وهي حاوس فيها خمس سنين او داتا او ما سيحصل فيها بروسنج لا انا هخلي داتا هي بتاعي وان داتا او داتا وهي فيها بس ويبقى مسؤولة عن بس مش عليها كل حاجة يعني طيب ام ده كده احد الاسباب يعني طيب في 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 نقطة نازل بنذكرها عشان الشاب والله يكراهم منطق ما هو الحاجة للمنطق نالك ويبقىdie تقدر progress وويس جدد بحصور البشراتات احيانا في بعض الشركات تحاول تحل مشكلة غلط بطريقة غلط يعني الشركة عندها مشكلة داتا هويس اوش لا مشكلة بس عندها فتقول لك بس انا هسيب الbucks وار境 للسنوذل لكي أسكيل بسرعة وأكبر كلاستر بسرعة ظل أن المشكلة أساساً ليس أنهم يكبرون Data Warehouse يعني أنا لم أرى منطق أن مثلاً لو حد عنده موضل جيد يعني موضل قصدي موضل ليس جيد ويته ليس جيد وأنه ينقل أصلاً لل Data Warehouse جديدة هو للأمان فقط أقول لك أنا لا يوجد وقت أو cost يعني لا يوجد صبر أن أتحمل يعني أنا أصلح المشكلة هدفع فلوس دائتي وأصلح بعدين بس خلق نقول مش دي الكيس باتكلم عليها يعني أنا شفت الكيس دي بس خلق نقول الكيس لأن شركة هي فاكرة النقل ل Data Warehouse أو النقل ل Data Warehouse ل Data Warehouse جديد حلقة مشكلة وأنا شفت بعيني شركاتك عندها Oracle و عندها ترى Data ورأت لك إحنا هنرمي دا وهنروح للسنوف لايك السنوف لايك رائعة بصراحة يعني خلينا منصفين يعني بس سنوح للسنوف لايك عشان سريعة وكلم دا أروح لتشفت على كلاود وانا كده كده عندي كل حاجة مع ايه دا بيوسع كلاود فالدنيا هتبقى ايه سريعة وسكيل برحتي ومش محتاج أي مشاكل دي هو على المدى القريب دا هيكون حل كويس ممكن اشتغل معاك ممكن نتعط سكيلت في فلوس كتير وهتحل المشكلة بس عما دا بعيد دا مش هكون حل لما دا تكتر يعني فدي النقطة اللي احنا هزينا قولها ايه الانواع داتا ميجراشن بروجيكت وايه الشركات بتنقل وايه الحاجات اللي الشركات سعب بتعمل غلط وهي قبل ما تبدأ النقل طيب نجي نتكلم على المشاكل اللي بتواجه داتا ميجراشن بروجيكت اول مشاكل بتقابل الناس هي الحاجات الموجودة في كل مشاوية الناس عندها عالية جدا من داتا تيم وان هما صحرا هيعملوا ترانسفورميشن في وقت عالمي وبالتالي المشاوية يمش بسرعة فانا مش هخش في تفاصيل والكوست والاستيمت وكام دا عشان دا حاجات في ناس افضل مني ممكن تتكلم عنها يعني بس هي طبعا موجودة في الجزء دا بس خاني اخش الجزء التاني بقى هو جزء الداتا ان شركة عندها مشاكل في الداتا دلوقتي فانا متخيلة ان الداتا ميجراشن بروجيكت دا هو الحل السحري للداتا وحيانت المشكلة عندهم اصلا هي في بروسيس جوا الداتا ما لديش علاقة اصلا بالداتا بيزة عندها او الداتا وهيوس تاعتها فدي اكبر مشكلة حيث بتوجه الناس ان الناس ما بتفكرش ايه المشكلة ما بتسألش سؤال ايه المشكلة هي بتحاول تشوف تعالي ان اقام ما بغيرما تشوف ايه المشكلة ايه ايه المشكلة ممكن اتουμεوا مشكلة فى البروسيس فتاعتنا ايه نعمشي? طيب اه نخش بقى اول نقطة في ال data migration ده اصعب سؤال الناس بتسأل نفسها. لو نفترض واحد بين اي من data warehouse مثلا اه سنوفليك او ريتشفت لسنوفليك او اوركل لسنوفليك. هل هنقل ال data بنفس الموديل اللي هي فيه يعني داتا داتي مثلا موجود ب data model design معين. هل هنقل نفس data model ده للسيستم الجديد من غير اي تعديلات? اه مش عالف او لأ طيب ماشي. هل لو الموديل فيه مشاكل هل الناس تنقله الاول بك ان تصلحوا? ولا لا تصلحوا يعني وهي بتنقله تنقل صح. ممكن تحل برضو. بعد كيف هنس تقولك لأ طب انا هعمل ايه? ولا بنقل ال data انا خاص هنقل النظام الكديم يعني عند موديل مش مظبوط. حل? او عندي موديل اديم حتى مظبوط. موديل ده زي ما هو ماشي طيب في بقى خلطة بتحصل وانا فهم بساعة مش بلقلها اجابة يعني دلاتي احنا اتفقنا احنا ايه داتا زي ما هي مودل زي ما هو ماشي تيجي شركة وهنا شوف ده بعيني يعني واحنا بننقل خلاص وفي حالة متقدمة تقول لك ايه بس يا بش مهندس اه احنا عارفين في مشاكل في الداتا في مودل القديم ده او احنا عارفين في حتة كاف مودل مش مزبوطة ما تيجي نحل الحتة دي وحنا بننقل ونغير مودل دلوقتي طيب حضرتك او معدوش مشكل الي القديم بس انت داتي لو هنغير مودل ديزاين دلوقتي يعني ما احنا في محاولة احنا فيها دي وحنا حطنا بلاي نحن هن comuncolar apple to apple يعني عندناobile معين وعملين سكريبتات وعملين بلاي نحن نتكلم عليه ج larente بس عندنا بلان واضحة ووضحنا الدنيا وانا نتكلم مع بعض وانت جايدوا في النص تقول لك ايه لا تعال بقى داتي ما احنا اخدنا الكرار ده غلط وهننقل ايه هنصلح المشكلة ده ده هتقول لي اكيد فيش حد يومن كده يعني اكيد مش حد بيدي عبلان ان هو هينقل الحاجة القديمة و هكيد يوح للحاجة الجديدة يعني يقول لك انها غير مسأنا كتب اتبع مسلا انمون واروح لكمبل مسلا ما بنقل او كتب اعمل مش عاف سنوفليك وروح لستار سكيم اي انكمبل اللي بيحصل يعني العجل اللي بيحصل يعني هتقول لي ما هو يعني واحد اكتشف ان في حاجة غلط ما يصلح ويقول لك صح يصلحها وكل حاجة بس انت كده كده ما يجيش من بوشك ده وقت ما هتعمل فيه تبدأ تعمل في خطوات زي كده انت روح تطي يعني المشروع ده ممكن يخده سنتين عشان يخلص ثالثين عشان يخلص فهم مش انا عرف مشروع داتي بدأ في 2010 ولغاية 2016 ما كانش خلص وفضل التيمس كان في تيمس شغيل على تو داتا رحاوس لايفس يعني عندهم تو داتا رحاوس واحدة اديمة واحدة جديدة كل حاجة وعندهم مودي القديم مودي الجديد وعندهم اي تيل القديم والجديد وعندهم ناس بتعمل تستينج القديم والجديد وكل حاجة بتحصل بيعملهم روتين ليه؟ عشان هما كانش عندهم بلان واضحة وبعد ما نقلوا الدنيا مزبطتش معهم طيب حاجة تانية في تيمس تانية انا بحوض يعني هو حملة تناقش مش بنعود يعني حاجة تكنيكا القوي يعني في بعضه انا فاكرة مثلا شفت شفت قصادي حسان في ناس قلت لك احنا هنعمل مشروع اه هننقل هما كان عندهم داتا هاوس ام برميس ولا نروح لبيج داتا ام برميس هما بينقلوا الدايتا وكل حاجة قال لك ايه ما تيجوا ننقل كلاود احنا لين ننقل ام برميس برضو ما احنا احنا هم بقى اشتروا تخيار الناس اشترت كلاستر بفوق مسلا مش فكر رقم يعني ملايين دولارات ام بقول ملايين ملايين يعني ماشي وبعد ما اشتروا ده اكتشفوا انه هما ما تيجوا نروح كلاود طيب ماشي انت احنا وردي بدأنا عملنا وكتبنا ديزاين على سين احنا راحين للنظام معين بس انا راح كلاود انا كنت اعمل خطة بشكل مختلف يقول لك مش مشكلة طب وحاجات انا عملناها هيقول لك طب بص انا عندي حل ننقل جزء الدايتا دي ام برميس نخلي مش عارف موديول وان وطور سري ام برميس وموديول سري فور فايف اه كلاود يبقى احنا كده هايبر كلاود يا باشا هي مش ده مش تعريفة هايبر كلاود انا فعلا بسمع كده واسمع ان الناس تقولوا هايبر كلاود مش هايبر كلاود هايبر كلاود مش ده مش ده ادفنشان بتاعه يعني 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 الديفاين الهيبر كلاود ان احنا عند تور هوس فحط جزء من موديول هنا وجزء من موديول هنا ده وفي الاخر الانتجرشن ده يتعامل بقى Wade مجمع ان كلاود دي مش مشكلتنا اكيد كان في راح غلط يعاني طيب اه نقطة كمان مشكلة بشكلة الناس بتفكرهاش فيها يعني دلوقتي انا قاد انا كدي موديول مش مزبوط والتي ما عمل ديزاين وانحنا للموديل جديد طيب نيجي بعد الامر حال بعد كده آآآآ� هل نفكرنا نعمل بها تستنج والداتا كواليتي للموديل الجديد؟ منا عندي موديل قديم بستراكش معين انا عندي في الاخر بي اي اي لير دي فوق الموديل مش مما عندي الوقت مش هنتنقش في هذا الوقت نفترضنا في الاخر هوصل البيزنس واليوزر نفس البي اي لير لا انا بتكلم الوقت بقى ازاي احنا هنعمل ازاي احنا هنعمل التستنج للموديل الجديد اشتاك انه مزبوط جميل جدا طيب واحنا بنعمل الكلام ده احنا اتكلمنا على الكيس الاولى اللي هي انا عندي old model وهنقل ال old model كانت كلمنا انه عندي old model وانا بنقل ال old model قلت هقسم model old ده واعمل جزء new جزء old لا ده هتعندي جزء old model old وmodel new ماشي المود ال new ده انا وانا بنقله نقلت من غير ما افكر هعمل ايه البلامت على ال data quality بتاعتي او بيسموها ال u et scenario تاعتي او ايه closure character بتاعتي هتقول لي يعني عادي ال data ايه quality data وخلاص ايما هي مضمش كده لان معنا مود جديد بقى فيه structure بقى فيه حاجات احنا احنا مش حاطين sets للسيناريوز دي دي هتقعها طيب اه طيب انت قاد تقول لي كل مشاكة بس يعني ايه هي ناس يعني ايه ناس عمتا احنا منع مشاكل دي اه مفيش حالة لها يعني اه في حلو كتير بصراحة انا مش بزا ما قلت لفيديو مش هدف او احط في حلول بس اه في فكرة ان الناس او مش بقول فكرة الاجيل وكلام بس اصد ايه الان الناس لما بتاخد وقتها في ال proof of concept لازم تفكر في كل سيناريوهات يعني ايما هتكت تعمل ميجرشن بتاعتي بروف of concept او اللي هو اه مشاريع ال big data ما ينفعش يعني فيه ناس تقول لك ايه انا حمل هاخدها از ايه اجايل فانا هعمل ايه هاخد جزء يعني هاخد ايه هضيع يعني هغير بسرعة فاخد مسلا مثلا 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 ازا عمله ميجرشن او ده وبعد كده وانا بميجرات اه اشوف التستنج عمل ازاي والفليديشن عمل ازاي وكلوشب عمل ازاي لا هو 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 ده ممكن يكون اه اجايل بس هو مش ده اللي الناس بتروع عايزاه هي الفكرة في ايه ان انت ازاي ممكن تاخد موديول تخليك انه سموك تستيك كده تقول لي ناس والله احا مش نبدأ نعمل ميجرشن دراتي طبعا انا عايفي هامل الكاف موديول الفضل لعن الناس هم استعجرين بس روم والله احا مش نبدأ نعمل دراتي احنا هناخد الموديول ده او موديول من ال data warehouse افتقد هاخد مسلا السواعين موديول انا هاخد السواعين موديول ده مش هاخده كله انا هاخد مسلا في اه ما شاف مسلا مانجمين ده اخد السايكل معاه قبل مكار وقول لهم اخد مسلا الموديول ده وقولهم المميزات وع طيب بعد ما ختم مسلا القيوب احط e twisting plan ولتا في ما بعد team بتاعي ايه testing plan بتاعتنا احنا 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 هنعمل young test لchet disaster طيب تشوف الن Éxs行 lepse Perpàs件事情 جامrange ب playt ويس vol. نعملنا هذه الأشياء ونتحدث عن التستيج وداتا كواليتي في الجزء خلص نحن كنا تماما في هاته اخيره انت لو بتعمل UAT وانت ملكش اكسس على الداتا او حصل مشكلة وعاست اكسس على الداتا هنتكلم فيها في نفس الفيديو ده بس لسه بعد الداتا كواليتي اوكي طيب انت تاخد الموديول ده وتاخد عليه السايكل انتوينه هتقولي مهودة مهودة في الاجائل هو فيه ناس بتبدأ شكل كده هي مش ناس بتبدأ شكل كده بس هي فيه ناس عشان بتبدأ تعمل ديزاين للموديل بتعمل اخطاء هي اخطاء مش منطقية هتقولي ما يمكن هي الناس بتعمل ما بتعمل يعني يعني هي الناس مثلا اه واحد كان بنقل من data house old اه يعني old model لold model وبعد كده وهو بينقل الold model ده هو شاف ان الافضل ان يعمل اه ان هو يغاية موديل في في المرحلة حياسما دي المشروع هتقولي ما يمكن هو بيعمل الصح طب ماشي ايه بس في حيطة دي انا 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 مش هو بس باع ماشي بس في حيطة دي يعني بس انا اللي شفته في المشاريع اللي انا شفتها ان ده مش ان ده مش يعني في نسبة تتخطى تسعين فيه من المشاريع ان المشروع ده الطايم بتاعه هيضر يهضر بالضعف طيب هل الناس اللي تقولك لا انا مش يمكن اه لو زي بيقولك حزا القومي او مش يمكن اطلع بنعرف مش يمكن نعملها وما نطولش لباش انت هتهد حاجة ببانت وهتبني حاجة جديدة مكونوا مش مخططينها وانت كمان انت بتأسيوم ايه انت معاك انا مش بكلم حاجات البروجيك مانجمي الاسية اللي هي انت معاك الكفاية ومعاك ناس يعني ديزينار داتها وهو الشطار معاك داته اركتيجت ومعاك ناس يعني موديلر كواي ومعاك ناس تيم اي تي ال قوي ومعاك يعني كل الفلكسبلية تحت الحاجات دي اللي هي ما تخلكش تعطال يعني فهل ستيل دا اكرا كويس والله ما يمكن يعني برضو ايضا على حد كان قال لي اللي ما يمكن هما يعني احنا اللي بنعمل ده غلط والنمواء عادي جدا للناس وهي بتنقل داتا موديل في النص كاد قولك لانها غاية موديل بتاعي انا كنت اعمل مش عارف ستار سكيم انا هعمل له سنوف لك وهسنوف يعني هسنوف لك كل الديمينشن ستاعتي وابني وريد زينا موديل بتاعي عادي في النص كاد شغالين وده عادي وبيحصل ومش مشكلة يعني طيب مش مشكلة انا بقول برضو خباك ممكن يعني ممكن كلام اللي بقول ده ما تلاقش دقيق مثلا عادي يعني ممكن حد يكلم يقولي والله انت كلامك ده مش دقيق وعادي الناس بتعمل الكلام ده وبتنجح سنبقل الكونسيرين سنشايف يعني طيب نيجي للجزء اللي بعد كده الجزء بتاع التستنج والداتا قواليتي دلوقتي انت بتعمل تستنج نفتقد ان انت راجل وعملت الكود بشكل نظيف وضبطت كل حاجات الـ SFA Software Software شعاركه بالبيج داتا اصله او الـ Data Rehairs وعملت التستنج جاهز بين التستنج جاهزة ويتيجرات التستنج جاهز ويتيجرات التستنج جاهز تخيل انك تضحت مشروع امبر اذا بحصل يعني انا مش بكلم حاجه دي وتمر معا ايه التستنج بلا 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 احنا هنبدأ ولما نقص الهرت التستنج نبقى نفكر ساعت هنتسته ازاي طيب يا جماعة ازاي يعني هو ده بيحصل ازاي يعني انتم فكرتوا يعني مين مين جرب قبل كده ان هو بيعمل الكلام بالشكل ده يقول لك اجربناه نفع طيب لما نفع بقى اخد المشروع كان وقت وديه واخد ادي ايه اديكم مثال كويس كان في مشروع ماشي مشروع ده كان بتعمل ليتين معين في امريكا مشروع ده بدأ مغمى يبقى عندهم اصلا اي 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 بلان هيعملوا تستنج ازاي ولا انتيجرشن تست ولا ولا يو ات ازاي حل بعد كده خلص المشروع خلصنا مشروع وبعد ما خلصنا مشروع بنتكلم مع الناس يا جماعة احنا هنعمل التستنج ده ازاي والله لقيت ان كل ناس عندها قراءة مختلفة طيب بجينا نعمل طب خلص اتفقنا على حاجة نكتشفين مشكلة سيكيرتاي انا خلاص مشروع سيكيرتي يقول لك لأ ده في مشكلة اي اه داتا برايف سي طب نخلاص مشروع داتا برايف سيقول لك ما هو مشكلة الاكسز وانتو بارك 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 باركبزة وما ينفعش ان انتم تعمله تستنج داتا حتى رئي انكريبتد اي انها انكريبتد وانتو باركبزة وانتو ما ينفعش ان تكونوا جوا امريكا ولا جوا كندا والنف الداتا دي كلها ما هو حد يقول لي ما هو عادي جدا هنبدأ من غيب عندنا بلان وطحة تست ازاي والناس بتعمل كده وبتنجح ما هو بتنجح بس ما هو شعور بياخد الدقيقة ما احنا احنا من انتكلمش ان المشاعر ده ما يجيش هم بتخلص هم بتخلص يعني اه ما شعور في الوقت هنقلبه هنخلصه يعني ما مش هنموت فيه يعني بس هل احنا منطق ان احنا نقعد في مشروع خمس سنين في مشروع يقعد ثلاث سنين هاد انه ملل الحياة العمر قصية على الناس بتعملوا ده طيب ايه ثاني ممكن نفكر فيه طيب دي خلص احنا تفانع نفطتي انت ظبّط الدنيا وطبط كويس يوجب انت ايه اا اا اعملت بلان واضحه واتستنج بلان واضحه كل حاجه واضحه وخلاص رحت واتستاي طيب ايه مشكتها مجدد للناس واتستيج والله واننا بنست لقينا ان في داتا اا يعني فيه دفرنس بين الديمات القديمة والجديدة دول عادي يعني في data difference هو فيه هو فيه مرشوى testing data migration ال data building او مطلة مصبوطة لا مش مشكلة عادي يعني ده بيحصل بس افرد بقى بقى كيس بقى يعني ال plan ان المشكلة في المودي القديم دول عادي احنا احنا هكيد مش هنجد باكز في مودي الجديد اقول لك لا فيه نسبة باكز اقول لك لا لو فيه مشكلة يعني افطارد فيه كيس مش هندل في ال data واحد كما يصبح بسترينجو بتاعه وكبس جب دائما النل وهي مفي موجبش نل يقول لك لقى هتهاية النل ليه لان انا عامل سيناريوز وعمل يعني بشكل معين وتغيير القصة تغتفق معي طب انا كيب ايبلي كيب باكز ما انت كده احبا عندك اكسر مشاكل في مشروعات جديد طب انت عامل plan لو حصل ده تعمل ايه يقول لك لا فيه ناس يقول لك لا خلاص انا لو حصل مشكلة زي كده انا هعندي حاجة اسمها اا incident case بفتحها وبقول لالتيم انت عن فيه داتا اشو على production ده يبقى لها ستة شهور وايه البلان بتاعتنا ان احنا رجحها وهنرجحها وهنركوف يعني نفيكس الداتا في الموديل القديم ونريلود تاني لا احنا مش هنفيكس داتا قديم احنا هنسيب الموديل القديم زي ما هو وجديد زي ما هو يقول ان القديم ده في اشو وان احنا لو عملنا الاشو القديم هتبقى داتا ايكوان طيب نفتقد ان احنا خلصنا المشكلة دي وان فعلا هل لو في اا مشكلة في التستنج والداتا قواريتي هتخص ولا لا طيب في الداتا قواريتي بقى في مشكلة داتي بتحصل لتيمز كتير جدا مش بيقوا عمير حسابها ايه هي المشكلة دي بقى طيب انت هتجهز انت ده هتبتعمل اا يلون التست انت بتجهز custom data للتستنج بتاع حل وانت عملته جاهزت شفته اعملت سيميلات السورس بالtarget وعملت الكلام ده هو تمام وبعد كده انت عندك اااااااا اعيز سوف بقى حل تست المودل ده او الدياتا على مرة حقيقية يعني طيب لو حصل مشكلة اااا في الدياتا دي ايه اللي هى يحصل او هنعمل ايه عشان نحل المشكلة ليعلنا هنشوف الداتا دي ازاي نيجي لموضوع الثالث موضوع التى ده خليني اكون صريح في ناس كتير جدا يعني انا اشوف الناس كتير جدا ولا باجتك الكلام اما ده يتحقوا علي ايه او لي اه ده انا ده انا لقي اكسس ده انا لدي اكسس على البرودكشن ده انا عم بخش على البرودكشن مش بشوف الديات بعد الناس ده انا ممكن ابضلت البرودكشن بابضلت اصلا على الديات بغير ما حد يقولي اي حاجة. فلو انت عندك ما عندك مشكلة دي يعني ما تضيعاش وقتك في ان تسمع الجزء ده مشي وخلي يعني نقط على الجزء اللي بعده هتلاقي فيديو متقسم اجزاء فانت اجزاء البعض. طيب اما مشكلة دي مشكلة داتا برايفسي. للأسر مشكلة حاجة حلوة بصرح. خلال 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 منصفين بعيدة عن انا اشغال في الداتا. دي برايفسي دي من الحاجات اللي الناس فعلا دي نعمة للناس. ان الناس تعتش ان انت داتاك مش معنا ان داتا عند الشركة. ان الداتا دي اتفضل مدى الحياة. او ان الشركة تعمل فيها اللي اعايزها. تقولي ايه يعني ايه يعني. والله ايه دي لها معاني كتير جدا. اولا. في جزء من الشركات. نفطة دي هي شركة بتاع بتقولك انك انت مش من حقك تخزن الداتا دي عندك اصلا. تقولي يعني ايه يعني انت مجنون. اه انت بتخزن حاجة زي متا داتا كده ايديز اللي هي الكيس على داتا باس ما تخزنش اي حاجة لها علاقة بالداتا خلص. ولا بيا اي داتا اي داتا ولا اي حاجة خلص. انت بتقدم بس دي سيرفز دي وبعد كده مسح الداتا من عندك بتسيب بس الميتة داتا عشان انت حسب الكاستو ما عليه. تقولي فعلا اقول لك اه 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 ده ده دات دي. الناس تقول لك لا. انت تاخد داتا عندك. بس تحفظها طيب عادي يعني ايه مشكلة. الانكريبشن بقى في عقدين او في طريقتين. في طريقة اللي هي اه اللي هي انت بتعمل الانس اسمها اللي هي يعني انت بتعمل مرة. وانت مش الطريقة عرف تديكريبت داتا تاني. ماشي. في طريقة تانية لا انت من حقك تخزن الداتا تانكريبتها. ممكن تدريكريبتها بس الداتا تفضل على داتا بس level encrypted. والتيبل اللي هو اللي فيه كيز اللي ممكن ادريكريبت وانكريبت بها دي. تبقى منفصلة عندها. ولو فيه سيرفز. عندك مفترض مثلا داتا والهاوس وعندك كافكا وعندك مش عارف سبار انا شاف ايه كل اللي دي كلها. يا فيه سيرفز منفصلة سيرفز دي وصفتها هي بتبريد كيز انت تكريبت وانكريبت لو انت عايز تعمل كام ده. تقول لي تب او كام ده انا ممكن اعمله سهل جدا عند ايه دا بيو اس واخش اعمل مش عارف الكيميس كي واقعد انكريبت الداتا والكام ده. ولكن هو موضوع مش بالطريقة اللي انت متخيلها يعني اصد هي هي بروسيس انتازم تنشيتها في كل حد. يعني ايه? يعني تلاقي في ناس ما عندهمش بروس اصلا داتا بريفز. هم الناس يعمل القضية خالص. وقل لك والله انا هشتغل هطلع برودكشن. وبعد ما اطلع برودكشن هفض اخذ بالك اه انت اخذ بالك اه انت انا ما ما وضحتوش. ان انت اما بتعمل البناليتيز اه سوري يعني انت بتعمل كونتراكت مثلا انا عملت كونتراكت مع مستشفى. قلت لكم انا هديك خدمة مثلا خدمة دي ان انا اه هتبعلكوا وراء مثلا. اه مش هتبعلكوا وراء دي لا خلانا انا اخذ مساء العملي. انا المستشفى بقدم لها سيرفز مسلا ان هي اه بتشك على المريض مسلا ببعمل لها فيسي كونتراكيشن مسلا. حال? فنفترد المستشفى دي بتقول لك انك انت لازم الصورة بنت عملت لها ديتكشن دي تمسحها وانا ما خلاص. طب انت انا مستحتاج بنالتي. بنالتي بقى على حسب بقى. يدفع يقول لك مش هفهم اول مرة مئة الف دولار مسلا. وعلى فكرة الشركات الشركات المحترمة يعني. بتلاقيها مش بس انه هما بيدفعوا. لأ ده بيعمل ويشايرو على النت ويبعثوا للكاسم لازم شفافية. هتقول لي ما يعني انت تنيلت على عينك. وخلاص يعني انت تفضح نفسك ليه ما خلاص خبيها بقى يعني فاهم يعني نستوك نستوك حط طوى بطاحت السجادة يعني. لأ يقول لك ما يعني بقى كنت مفكرة كلمة هادي يعني ايه مشكلة يعني خلاص عملنا اه الدنيا فيه شوب بتمسح الداتة وشوب بوعد. يقول لك لأ ده ما هو انت لما صرحتش. انت اصلا كده كده. احنا بنحكي معيش فابخرج موضوع شوية. في شركة بتبقى سيرد براتي اه مسؤولة ان هي تعمل لك اوديت. وحيانا ان الشرك يعني مثلا افطلت فيسبوك. فيسبوك ده ايه جايب شركة بتعمل اوديت عليه. يعني هو جايب شركة مبارا مش فيسبوك تكلم على شركات اللي هي تانية يعني. تعمل مش تيم بقى انترنال لأ غير تيم بقى في شركة مبارا ووظفات اللي هي تعمل اوديت عليه هو شخصيا. تقول لي يعني انتو مع جنون يعني انت تجيب ناس مبارا تفتلش عليك. اه يقول لك ما انت لو مع الاخر يعني ان الشركات دي مش تعمل عليك فانت بتاخد الشهادات وتبقى تصدقها في السوق فالناس بتخاف منك. لكن انت لو انت لا عندك شيء تخبيها عادي انا والله ما مساحتش الداتة وبشكل غلط. واززي يزبطني شكل غلط. بقى في اوديت وكلم لو بقى في ريبروت وبيقى مسؤول فيها ناس كتير جدا. ونقول الله احنا نغلطنا واحنا اسفين ده حصل ونمسح. تقول لي بس ما ممكن انتو سيع. ايبا اعرف الطرية دي. ممكن انتو سيع وانتو اللي يعني انتو اللي سيبتو الداتة ومساحتوهاش اصلا يعني. اقول لك يعني ممكن. انا شخصا ما شفت الشركات بالطرية دي انا مش خلالت شركات بالشركة ده. بالعكس الشركات بشوفها اللي ما اشارت فيها. لا. كنا ما في حاجة بيشغيروها ويقول لك احنا اسفين ده غلطة. طيب. حاجة تانية يقول لك لا ان انتو خزن داتة انكريبتد. طيب ايف انت خزنتهاش انكريبت? انت عم استهبلت وانسيت. بيعفيش هركة او في قودة انترنال تيم اصلا. بيخش يبص على الشكلة لو لقى حاجة فيها غلطة. بيبقى فيها مشكلة. طيب. نفطت خلصت خططت المرحلة دي فانت سواء مساحت ده ومساحتهاش او مساحتها بعد تسعين يوم مساحتهاش او عم انت انكريبشن او انت تخطيت كل المرحلة دي. طيب ايه تاني ممكن تكون انت متخططهوش في المرحلة دي. ايه هي? جزء التاني ايه هو? انك انت طب انا بقى دلوقتي مين اللي لو دات مثلا انكريبشن ودكريبشن مين اللي اكسس عدته دي? تقولي ده موضوع سهلي جدا. الناس اللي ليها عراقه مسلا بالاااا بالبيزنس مسلا بيعملوا كم ده? طيب هتمنجه ازاي? طيب ازاي تضمن ان ما حصلتش للموضوع ده متى عندك كل حاجة بتكسب باي باي فش حد بيخش كده يعني. تقولي ازاي يتأكد من حاجات دي? ده جزء الناس اصلا بتتأكد عليه طيب. اه اخر حاجة في الجزء ده هي ان الناس وهاي بتزاين مشاعر تعمل بتاعها بتعمل حاجة اسمها اللي هي بتأكد بقى يقولك ان دي بي اتش اي داتا دي بي اي داتا وهي هتعمل ازاي? ولو انت مش ببلاني الكلام ده كله من الاول هتتعب يعني. طيب اه نيجي بقى لمشكلة تانية. نفترض انك انت عندك سيستم سيستم ده بيستخدموا ناس من اوروبا وناس من كندا وناس من امريكا. حال? طيب ايه المشكلة? نفترض ان في قوم بيقول ان الداتا الكندية لا تخرج من الاراضي الكندية. ان الداتا ولا يحدش هي اكسسها الا المواطنين الكندية اي اي اي. المواطن اللي جوه القرى. جوه التراب بتحياني. طيب وان نفس الكلام في اوروبا ان يفيش حد في امريكا اكسس داتا عطا اوروبا. يعني هتقول لي يا نهار ابيض ايه ده يعني طب وان ها احمل وهدبلوي ازاي? مهلا ازباط فك. انت لو عندك المشكلة زي دي. وعندك ميجرشن بروجيكت. فانت خانك انت عندك ميجرشن بروجيكت متعايزة ميجرد داتا. عايز ان اي داتا مكان لمكان. ميجرد انكريبتها ولا هدليتها ازاي? طب و هدبلوي ازاي? ودي وقت مشكلة تانية. يعني مسلا. من ضمن اشهر الحلولي كام ده سواء لو كلاود فورميشن او تيرا فورم او ما يوازي تولز دي. لو انت بلا عندك تكون مكتوب موارا وتبلوي بس مختلفة. طب و هل ده كده حل المشكلة? قل لك لأ انا بقول لك انت ازاي تفكر في المشكلة اي مش بطل حاجة مش بقول لك ده تحل السرقم تيرا فورم هو يحل لك المشكلة. تيرا فورم مش حل المشكلة اصلا. انا بلك اصد ان الناس يعني بتفكر ان يش يالي ان هم اصلا كل حاجة تكون عشان ما اعطش عمي حاجة مانينة عشان اقل الفرص ان انا انسى حاجة في النصف يبقى عندي بيتشنج للداتا. طيب انت بلا تعمل يؤتي و في حاجة بتغنف كندا. وانت عائس فيعدت حاجة دي بس انت مثلا في اوروبا او انت امريكا و انت عائس لفلادت الدولة تانية. اعتقد ارواب او امريكا زي بعض بس لو انت في اوروبا مفت nast تشوف امريكا وكندا. لكن على كس ممكن امريكا شوف كانت اشوف امريكا. اعتقد يعني بتأكد تمامت بس يعني ايه ؟ انا بس اني ت Thingada تقوم بها ا Евابا ايه ما اي تقلي هناك وانا هرن الكواريتس التعتي وها افرد ان في كيس ان انت عندك ااا داتا مسلا يعني في في داتا كواريتي اشو انسدان طلعت وتفتح بها تيكت هتحليها ازاي طول عادي يعني هاخش معنى وبص ما انت ما عندكش اكسز هي دي بقى التك في بقى في تولز او في ناس بتديفيلوب كاستوم سولوشنز ان هي تكتب تولز ان هي لو في اي حاجة انها ستح注意 حانها داتا ويسمونها troop كريبة سسموها Brandon Sample نظرت في ناعدة مثل هك��요 تقولوا فى اي ذا نفس فكرة ال mister وتقولك لا مساء بنفس ال Passion amel s test behavior تتحليه لكن اذا دون ان تطلب انو سي McKinsey ستحليه انهasy بافاحها الا ان بالسجأة ال الựcاتان بتحليه ال Experimental ما هيjс 10 dual minus one بس انا مثلا ان انت دي رقم معين وطلع رقم مختلف هتعملها ازاي في الغالب انا مش بطل حلول يعني مثل في الغالب موضوع هو انت بتتفيلوب تلك اسكريبت يطلع الميته دي ويشوف ان هذا الديفرنس دا ادي ايه وتحاول تشوف يعني سيميلات لنفس داتي على البيبروض مثلا تحاول تستهتاني او في ناس عندها اللي هي البيبروض انفارمت بجنريل زي البرودكشن سعب يحاولوا ودي مش بداخل غالبا اتفاعيات دي انهم يحاولوا جنريلتها نفس داتي على البيبروض بشكل على البيبروض يعني مثلا نفترض احنا جلنا 100 الف ترانزاكشن وزين وان اور وحصل عندي مش حايف كان في منهم مثلا ادي ايه في الكيس دي ويحاول جنريلتها الكيس نفسها على البيبروض هتقول لي ما هذا كده مش حصل يعني ما هذا كده بوستير مش هيماتش الكيس 100% على البيبروضكشن ولكن او ما هي دي مشكلة هي اصلا مشكلة مش مش محدش تدقى ان هي حلوة بس انت هي كيس باي كيس ممكن يكون في ناس عندها حلول يعني هي بتمشي عكل حاجة بس انا مش افتريش اوكي طيب نيجي لاخر نقطة خاصة عندنا وهي الاناليتكس بتقول لي اول مشكلة ايه بقى مشكلة 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 هي ان انت بتعمل على دات الناس طيب بتقول لي ايه المشكلة ولكن اولا زي ماقلنا Horus data classification مثلا بي اي 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 الاي 500% بي اro personal in info wbo ho personal in poop ساعات ان دي محتاج تاخد Everest approval من customers ان هل انا اييفا اعمل Survival Analysis 맞아요 Harbor يعني اقول لك اه ما انتاز تاخد كنسين. طب افرد انا عندي كرست و ما عندي مسلا تو مسلا بكا عندي فيسبوك و عندي جوجل. جوجل قلت لي دي بتاعتي مش منحكة معه مشل ليرنك و فيسبوك قال لي ينفع. فتخير نك عندك مسلا فيسبوك دي بتاعتي فيها مليار ريكورد و عندك جوجل فيها مليار ريكورد و و اريد استعمل مشل ليرنك و اريد ان الناس استعمل مشل ليرنك و لا تمنى شمودي بتاعها على دات جوجل. و نا عادي كل ما هام ال where كونديشن وير ان البروفايدا نوت ايكوال جوجل. اوكي ده حل. بس هل تفتكر ان احنا عبرودكشن كل ما هنعمل كده تخذ ده بس بالدزاين بالشكل ده. تقولي طيب وانا اتفل معي في ايه يعني اقول لك هيدا الفكرة انك انت لو مش بالدزاين مش بتفكر في الداتا. يعني مش بتفكر انك انت بتاكلاس فيجرشن شكلها عمل ازاي او ميجرشن بتاع عمل ازاي. او او انك هتموف الداتا بشكل عمل ازاي. او يعني اصود مثلا داتي انا بنيت الموديل. بس بعد ما بنيت الموديل انا ما كنت شعف ان فيه حاجة سانتاتا برايفسي او ما عرفش ان انا محتاج ان انا اعمل شوية كلاسفيكيشن ان الداتا اللي تتشاف للموديل لشكلها مختلف. وده بيسبب انك انت بعد ما تعمل ميجرشن تشاف ان انت انستحك تيجد جدا بتده بقى تعمل ايه. لايه الكاستوم سلويتشن او اللي بيبقى مفك كده يعني. لو هوا هاخد المفك كده تك اه هكاستم دي اعظم ويه كونديشن هنا ويه كونديشن هنا. في الاخر تلاقي انك انت هانتك فيها مشروع انت عبقى ميجرشن بروشكت وعايز بقى بعد ميجرشن بروشكت ده نيو ميجرشن بروشكت. طيب ام يعني حاسس الناس سمع فيديو انت حاسس انت عقدت يعني. طب انت عايز من يعني انت داتي بتقول لنا ان احنا مش محتاجين نعمل ميجرشن بروشكت ونخلينا للداتا القديمة. لا انا بقولش كده. اللي بقوله ايه بقى. بقول ان حضرتك قبل هتبدأ داتا ميجرشن بروشكت دازم تبقى حاطة اهداف واضحة للمشروع. تقولي انت داتي بتقول الكلام بتاع البروشكت منجمنت هو طبيعي اصلا. اقول لك لا ما فاهم بس اصد داتا بروشكت منجمنت يعني. ايه الحاجات الاساسية اللي احنا فعلا مش هنسيرفايف بروشكت من خيرها. يعني المنمم فعلا ان انا ما عملتوش مشروع ده هو مشروع هيفشل. يعني مثلا. هل المشروع ده حدف هو نقل داتا بس مش موم معلي برايفسي. لا. يقول لك لا انا عايز انقل الداتا. المنمم بتاعي هو نقل الداتا. وانا عايز اكتخب بلك من داتا برايفسي. المحتمل يبقى عندي بي ار اي دا بيتش اي داتا. يبقى عندي كيس انها يبقى عندي ماشين ليرونيك داتا. ما ينفع عمل عليها بروسسينج وانفع عشان عليها بروسسينج. وعايز تكون سريع على ما اجيعمل ما هو. الفكرة مش نعمل بي كونتش. فكرة الموضوع هي بطيء. فاخر عندك بروفورمس ايش. لا اذا تدزاين الداتا يبقى فيها الكيس دي. انا عايز مسلا يبقى عندي خبالك وانت بتبني المشروع ان انا عندي سري ريجون واندي امريكا وعندي كندا وعندي اووروبا وعندي اليابان. وانا عايز مجد بلوي موديل دا بيت بلوي فور تايمز وانا عايز في الاخر داتا ليك وانت بتموفي داتا من كل كارعه لداتا ليك وانت بتحطي ايه وازاي تمركي داتا دي. كل الكلام ده انت محتاج تعمله. بس الفكرة بقى انك انت تعمله ازاي او نوجة نظري ايه افضل تعمل الكلام ده. ببساطة ان كل اللي انت محتاجه انك انت تاخد موديول وان كيس مش تزبط معاك. تعمل موديول. ولازم تكونفينس البروجيك منجر بتاعك او المسؤول المشروع ان انا لازم اخد السايكل انتو انت في الحتة دي. هتقول لي مع عشان كده الناس تقول لك يروح لكمبل موديل في الدياتا مايجريشن او اللي انك تاخد داتا موديل وتبنيها وتخلصها انتو انت. لك ايه موضوع مش مش فكرة كيمبل مش عايز اخش في تفاصلتك عني ايه الفكرة انك انت محتاج تمشي كأجايد بس معاك اخد بالك كل الكنسيران اخد بالك ان الدياتا بروشيك في الوقتي يعني انا بتكلم مع الناس في في الفين وابعتاشر او خمستاشر مسلا كان مسلا مشاكل الناس كلها في البيج داتا في البروستسنج مسلا اكتر يعني ممكن بعد كده بقيت الستريمي جعز نعمل ستريمي بعد كده مسلا بدأت المشكلة تقول لك والله انا عايز الاسكالابيليتي الاستوريج البط مشاف ايه انا شاف ايه انا شاف ان اكبر مشكلة بتوجه الناس في الفين فعلا يعني وفكرة انا وجهت نظري برضو ان الناس كتير بتقول لك تبتعاني بدأوا يمكن بعدين واحنا شغالين نصلح المشكلة مش يمكن الطريقة دي تنفع معانا ولو يعني خاصة اندقى مشروع هلابيلة كده هنعمل امن موديل وهنموف من اريكا الريتشيفت وعلى سنوفليك وبعد كده احنا ايه ما نروح هناك كده لما نوصل بقى هنفكر في موضوع الدياتا برايفسي ده يعني انا هزا اقول ان في ناس يعني فعليا موظفتهم هي من هاش حاجة انهم يفكر في حلول مشاكلة برايفسي فتتتصروح بعدك ما تروح تكشف ان ما حققتش اصلا ربع المطلوب منك المشروع فالاخت تكشف انك انت فشلت في المشروع تقول لي لا ما هاش ما فشلت ايه كده 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 مشاعدتها ما يجيشها يعني يعني بتفلت في الطريق من بتاعها هي مش مشكلة فوقونا يتفلت في الطريق من بتاعها ايه فكرة ايه في الاخر تنفذ المطلوب منها يعني فكرة ان الناس بتعمل نفس الاخطاء ومنتظر نتائج مختلفة هي دي اه هي دي وجهة ناصر هي دي مشكلة يعني اه طيب اخر نقطتين انا عديتين كمان كان خلاص الفيديو ان شاء الله اه انا اشتغلت في انا حبيتقول من النقطة في الاخر يعني اشتغلت في حوالي خمس دول يعني ولما اشتغلت في خمس دول انا شفت ان كتر المشاكل الموجودة في كل حتة بطبيعة الديت او طبيعة الشركة فهمك لطبيعة البيزنس يعني مثلا لما كنت شغل في دولة ما كان اكبر مشكلة عندهم انهم عايزين اعملوا ستريمينج داتهم الناس بتجري عايزة تعمل ستريمينج سولوشن هو الدنيا ايما على ستريمينج فانت لما حققتهمش ستريمينج سولوشن هم مش فاق مع اي حاجة تانية فانت فوكس و الموشروع دا مختلفة عن مسلا لما وقت مشروع تاني الناس كل همها انك انت ما تشوفش بيتش اي داتا و باي داتا و انك انت اكلاسفار داتا و انك انت ما لديك عم الشرى لرنينج مو دل و تميجرد المشوري لرنينج مو دل مسلا من افضار د والت باي مسلا لباي سبارك او سبارك مسلا انك انت تراعي برايفسي وتراعي ميشيل لرنين كونديشنز تاعته. الناس تانية تقول لك لا انا ما عندش مشكلة في دي انا سا عندي مشكلة في انك انت لما هتكت تشتغل على الداتا هتموف الداتا ازاي وتشتغل على الداتا ازاي. احنا عندنا داتا في القرارات مختلفة وعايزين نعمل نفس الحاجة في كل يعني اربع مرات ونراعي البرايفسي بتاع كل القرارة. خباك ان احيانا قوانين قرارة معينة مختلفة عن قرارة معينة. امريكا خير قرارة اوروبا. ودي ميزة كمان ان اوروبا كلها حاجة واحدة وكان دا كلها حاجة واحدة امريكا كلها حاجة واحدة. مش كمان لو عندك بقى كيس مختلفة او اندي فيديوال مثلا مثلا الامارات ما بتسمحش ان دات الامارات تخبرها الامارات مثلا يعني. هتعمل ايه في كيس دي مشو كان بقى على الخليج كلهم بتكلم عن كيس دي. نقطة اخيرة في حتة الديادا برايفسي البانكينج والتلكم مثلا واللي زيهم والهيلسكير والكلام ده الناس هم بالديادا برايفسي. المشكلة دي لو مش موجود يعني ان انت دار تشغال في نفطار اي حتة في شركة مثلا في شركة او بانك او اي كامدة. ومعندكش مشكلة دلوقتي انا بقول المشكلة دي هتسهار لك قريب جدا فانت تبدأ من دلوقتي او التيم اللي بشغال موضوعتي بدأ من دلوقتي يبدأ يكونسرن ويفكر في حلوب مشكلة دي. صعب جدا ان كنت كل يوم انا باحتكب الناس كتير وبلاقي ان مشاكل تقعد علي يا جماعة ما احنا الكلام ده منطقي يعني ليه نفسي الكلام ده بيحصل او صادي كل يوم وفيش حد بيصلحه انا يعني بقيت احس ان الموضوع بدأ دلوقتي ياخد شكل افضل الحمد لله في الطرفات دي بقيت في ناس تحل المشاكل بشكل افضل بس هي الامر الاهم دلوقتي او في الحتة دي هي ان الناس بتكلم مشكلة تاخد بلها من دلوقتي دي فجرة نينة ابدأ المشروع وبعد كده يمكن لما اشتغل نعف ن انا الحلودي بعدين ونوفر وقت دي مش تحسن اه بس انا طولت الفيديو ده ومش من عادتنا اللي هم دعمل يعني مش هاف صح انا هكمل في فيديوهات زي كده تاني او لا اه بس اقلنا ارى كو في التعليقات اه انا برضو عشان لو في حد مشاهد الفيديو ده يعني يعني ممكن احط لينك للمقطع الصوت بتاع ده ممكن نحطه على سوا ان تكلاوه او لحاجه فلو حد عايز يسمعهم كوام عشينا انا مفوش كلام محتاج تبص على الشاشة اه بس اه بشوفكم خير السلام عليكم احتر اشتركوا في القناة